عملنا الصلصة الجميلة دي ازاي؟ شكل وطعم وعايز اقول لكم كل حاجة حلوة بطريقة سهلة جدا جدا وبسرعة جدا جدا وهتشوفوا معايا وانا عن نفسي بشجع شعور اعمليها وبلاش تشتريها. بلاشت روح تشتري صلصة كلها مواد حافظة بقشليها طعم وبصراحة لما بتتحط على الاكل بتخليه وحش جدا جدا وبقشلي اي طعم. تمام? هنسمي الله كده هنجيب التماطم هنخسلها كويس جدا وهنحطها في الحلة وهتحطي عليها انحط على الكمية دي معلقة سكر كبيرة مليانة ومعلقة ملح كبيرة مليانة. تمام? زي الفل كده هغطيها واسيبها ولما تستوي اسيبها مسلا على النار نص ساعة ساعة لحد ما توصل لكده. فيها شوية مياه صفرة هنصف فيهم في الحضو ونتخلص منهم مش عايزينهم. تمام? وهجيب ايه بقى? بس كده حطها في طبق بلاستيك اي حاجة بلاستيك علشان طبعا اضربها بالهند بلندر بصراحة الهند بلندر دي ربنا يجازيه خير اللي اخترعها واللي صنعها حلوة جدا جدا بتضرب الطماطم لما بتسويها كده وبتضربيها الاشر بتاعها ما بيبقاش لي اي قصر تعملي بها جميع الاكل مكارونة محشي طبيق اي حاجة بتبقى فيه حلوة جدا وطعمها حلو جدا. كل الاكل تعمليه كده بسلصة انت اللي عاملها في بيتك ومزبطها ومطعامها وبتبقى مختلفة تماما ما السلصة لبرة صعبة جدا عن نفسي عمري ما بستخدم. تمام هنسويها كده كويس جدا وندربها وهنعبيها بقى ندربها كويس نخليها معجون حلو زي ما انتم شايفين كده نعبيها بقى في اكياس تلاجة ونشيلها في الفريزر بتقعد معاك من السنة للسنة. هتختي بقى الكيس كده هيبقى عامل يعني تبقى حلوة ونشفة كده بتعمل كمية حلوة وتحط منها حاجات قليلة عالطبيق كده تخليهولك زي الفول. تمام الوصفة حلوة جربوها والطماطم كمان رخيصة الايام دي وسعرها حلو وكتير في السوق وقلبها حلو كده واحمر وتمام. فرصة حلوة تخزيني طماطم وتعجبك ان شاء الله تعجبك. كانت معكم مرفت من يوميات ليدي. ما تنساش تدعمونا باللايك قليل شترو.